هم دوستان ما هم دشمنان ما النظام الحاكم في ايران يشابه النظامين الحاكمين في العراق وسوريا في الكثير من معالم الفساد التي خرجت الشعوب رافضة اياها ومطالبة باجتاتها من جذوره والغالب في هذه المعالم اسلوب مواجهة تلك الانظمة للتظاهرات الشعبية فقد كرست القتل والقمع نهجا لإخمادها كما جرى خلال الأيام الماضية في ايران في عشرات المدن الايرانية هتف محتجون لا نريد جمهورية اسلامية الموت للدكتاتور يا دكتاتور ارحل عن البلاد الموت لخامنئي كذلك أضرم المحتجون النار في ملصقات تحمل صور المرشد الأعلى أو رموز مرتبطة به وبنظامه هذه الشعارات استهدفت روح النظام ما دفع السلطات الايرانية بكل مؤسستها لتهديد المتظاهرين ووصفهم بالبلطجية في الأيام الأولى للتظاهرات واللجوء إلى القتل وكل أساليب القمع سعيا لإخمادها خصوصا مع اتساع رقعتها مؤخرا لتشمل المئات من المدن الايرانية لكن ذلك كله وبالرغم من أنه كان له تأثير لا ينكر سهم في التقليل من زخم التظاهرات إلا أنه لم يستطع إخمادها ما خلق حالة خوف في صفوف السلطات الايرانية التي باتت تعتبر التظاهرات تهديدا كبيرا للنظام الحاكم والثورة التي جاء بها الخميني أمام هذه التهديدات التي باتت تقض مضاجع المسؤولين في إيران باعتبار أنها باتت تهدد وجوده يسعى النظام الحاكم لاجتثاث الحراك الشعبي المناهض له من جذوره عن طريق خطط وآليات جديدة يرسم لتفعيلها بسرعة القصوى من هذه الخطط وضع قيود إضافية على خدمة الإنترنت في البلاد وهذا ما كشف عنه موقع شبكة بي بي سي البريطانية الذي أكد أن النظام الإيراني رسل منظمات حكومية وشركات خاصة طالبا معلومات حول المواقع الإلكترونية الأجنبية التي يعتمدون عليها في خطة تهدف لفرض رقابة كبيرة على الإنترنت الموقع بيّن أن النظام من خلال هذا الإجراء سيفرض رقابة جديدة ستمنع المستخدمين من الوصول إلى معظم الشبكات الاجتماعي المعروفة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب إضافة إلى منافذ الأخبار الدولية التي تعتبر السبيل الوحيدة لنشر أخبار الاحتجاجات وإيصال أصوات المحتجين للعالم وخاصة أن النظام الحاكم في إيران سيطر منذ اللحظات الأولى للتظاهرات ضده على جميع المؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد